الحمد لله وكفى وسلام على المدين الذين اصطفى لا سيما نبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع مجالس العلم نسأل الله للفعلاء أن يديمها علينا نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعانى على إقامة هذه المجالس صلى الله في عليائه أن يجعلها في ميزان حسنات وأن ينهمنا وإياكم الإخلاص وأن يجعل ذلك من الحسنات الباقيات مازلنا مع كتاب الشرك في القديم والحديث وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق الملاعتقاد هو أعظم العلوم نفعا وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جلال فعلاء أن تتعرف عليه على إلهية الله وربوبية الله والأسماء الحسنة والصفات الأولى نعم وصلنا لإيش آخر ديس طيب الآن الكلام على أيضا الشرك مظاهر الشرك في الإلهية في العبادة مظاهر الشرك في العبادة بالأعمال الجوارح تكلمنا على مظاهر الشرك بأعمال القلوب وأعمال القلوب هي الأصل لأعمال الجوارح وأعمال القلوب هي الأصل أيضا في أركان الإيمان الآن نتكلم على بيان الشرك أو مظاهر الشرك في الإلهية بالنسبة للعبادات البدن بالنسبة للجوارح الشرك في عبادات الجوارح السجود والركوع والطواف السجود والركوع والطواف وهذه كلها عبادات لله دل في علا فالسجود عبادة لله دل في علا والركوع عبادة لله دل في علا والطواف عبادة لله دل في علا ومظاهر الشرك في هذه العبادات عظيمة الإجمال أننا نقول كل هذه عبادات ثبتت بالشرع أنها عبادة فالأصل في ذلك إجمالا صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك فمن سجد لغير الله فقد أشرك فمن راكع لغير الله فقد أشرك أيضا من طاف لغير الله دل في علاء فقد أشرك هذا الإجمال التفصيل في هذا الباب الركوع الركوع قد ورد أدل على أنه من العبادات قال الله دل في علاء واركعي معه مع الراكعين واركعي مع الراكعين هذا فيها أمر وظاهر الأمر وجوب والعبادات كما قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وإذا أمر الله بشيء فقد أحبه فيكون بذلك من العبادات بالأصل بذلك أنه من العبادات لأن الله جل في علاه أمر به وقد قال الله جعله طهر بيته للطائفين والراكعين للطائفين والعاكفين والركع السجود وهذا خبر بمعنى الإنشاء في الركوع السجود وهو لسان حال الذين يعتقفون ويصلون لله دل في علاه وهو جزء من الصلاة وجزء الشيء يأخذ حكمه إذن الركوع هو عبادة من العبادات العظيمة لله دل في علاه صرفوها لغير الله شرك فمن راكع للجن فمن راكع للولي فمن راكع لغير الله دل في علاه تعظيما وتقربا فهذا شرك وكفر بالله دل في علاه لماذا لأنه قد صرف عبادة لا تصرف إلا لله دل في علاه صرفها لغير الله دل في علاه وأيضا من الركوع صور من هذا الأصل الأصيل في هذا الباب ومن الركوع صور كثيرة جدا يمكن أن نقول أنها تحل محل الشرك أو تكون في محل الشرك أو أدنى منه منها الانحناء الانحناء هو معصية من المعاصي وهو وسيلة للشرك لذلك يمنى عنه لأنه كلما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة عبدالعود قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له قال لا أفينحني له قال لا لماذا لأن الانحناء فيه شيء من التشبه يعني فيه تشبه بالركوع وهذا الانحناء لا يلوز لأنه أيضا فيه تعظيم للغي ويمكن أن يصب به المرء إلى الغلو فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له أفينحني له لأخيه قال لا لا ينحني لأنه حتى ولو كان معظما حتى لو كان كبيرا فإن الانحناء هذا لا يكون إلا لله دل في علاه يمكن أن يؤقر أو يعظم لكن ليس بالانحناء لأن الانحناء كما قلنا على هيئة الركوع والركوع لا يكون لله دل في علاه لا سياما وأن الركوع الأصل فيه نوع تعظيم لله وإمكانة الله دل في علاه بإذن المسألة هنا في هذا الباب أن الركوع عبادة وصرفه لله توحيد وصرفه لله شرك هناك الهيئات مسألة الانحناء من الركوع النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم المادة وصد الذريعة وقال لا يفعل لأن فيه تعظيم وكلما كان فيه تعظيم لغير الله دل في علاه فإنه يقع يعني موقع الشرك كما قلنا أو هو وسيلة إلى الشرك هذا بالنسبة للركوع وهذا مسلوق لما قاموا بين يده الانحن سلم وهو جالس قال لا تفعلوا أو في رواة قال لا تفعلوا فعل الأعاجم تقومون ويكون السيد يكون جالسا أيضا من ذلك السجود السجود عبادة لله جل في علاه وكل عبادة سابتت بالشرع عنها عبادة فصرفه لله وتوحيد وصرفه لله شرك قال الله جل في علاه قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا قال فاسجدوا لله فاسجدوا وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب والله جل وعلا لا يأمر إلا بما يحب وما أحبه الله جل في علاه قد أمر به أيضا من الآتة تثبت أن السجود هو أيضا من العبادات قول الله جل في علاه وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع والركع السجود أيضا هذا خبر يبقى لنا حال الساجدين لله جل في علاه وأيضا في الآية الأخرى قال الله جل وعلا فاسجد واقترب قال فاسجد واقترب قال فاسجد واقترب قال الله جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فكل هذه آيات تثبت أن السجود عبادة فإذا كانت عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك فمن سجد للجن أو سجد للشيطان أو سجد للصنم أو للحجر أو سجد حتى للمعظم الملك أو سجد للشمس أو للقمر فقد كفر بدلك وقد وقع في الشرك شرك في الإلهية لأنه صرف العبادة لغير الله جل في علاء بغض النظر عن اعتقادي كما سنبين أن هذه من ضلالات طوائف أهل البدع أنهم ينظرون في هذه الأمور إلى الاعتقاد يعني ينظرون في هذا ليكفر أحدهم من فعل ذلك ينظر في اعتقادي هذا خطأ مبين هذا ضلال مبين فاستجود نفسه وحده استجود وحده عبادة لله جل في علاء فلابد أن تكون لله فإن كانت لله فلا يجوز أن تصرف لغير الله جل في علاء أنت أرأيتم برسيس العابد يعني عبد الله على جهل وعبد الله على جهل وبعد ذلك فتنه الشيطان وحتى لما فتح له المجال للتوبة ما تاب وجاء الشيطانه فأدخل عليه حتى قال له انقذك من هؤلاء أو أنا يعني قال أحاول أن يعني هو دلس عليه مرة ثانية قال أنا يعني أحاول أن أنجيك من هؤلاء بشرط أن تسجد لي فسجد له نعوذ بالله من القذلان سجد لله بعدما كان عابدا صائما قائما لله لله في علاء فسجد للشيطان فالسجود مجرد السجود لغير الله لله في علاء شرك هناك أيضا من أنواع السجود السجود الذي يكون تحية السجود ليس سجودا للتقرب والتعظيم سجود تحية وهذا كان موجود في شرع من قبلنا ولذلك قال الله لله في علاء عن يوسف إيش قال 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 رأيت طيب ماشي دي آخر الآية في الأولى إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمرة رأيتهم لي ساجدين وقاء في آخر الصورة قال الله جل في علاء ورفع بهاي على العرش وخر له سجدا فهذا السجود كان السجود تحية لكن هذا من شرع من قبلنا قد جاء النسخ في شرعينا جاء النسخ في شرعينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وجد معاذن رضي الله عنه أرضاء دخل عليه أو سعد بن معاذ دخل عليه فسجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعل فعل العاجم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكن هنا الكلام على توصيف هذا السجود ولو كان انتوا به التحية ما انتوا به التعظيم وسجد فقط للتحية كما نقول الحق بأن هذا شرك بأن الصورة صورة سجود والسجود عبادة فلا تكون إلا الله جل في علاء والنزاع عند العلماء المحقين هل هو شرك أكبر أو شرك إيش أو شرك أصل هل هو شرك أكبر لأنه وسيلة للشرك الأكبر فإن لم يكن هو بذاتي شرك أكبر لكن الحق بأنه لو سجد لغير الله جل في علاء فقد كفر وقع في الشرك لأن السجود السجود عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله جل في علاء والثالث هو الطواف الطواف وعبادة الطواف عبادة وهي من أجل العبادات أيضا وقال الله جل في علاء وليتطوفوا بالبيت العتيق وليتطوفوا لم الأمر هو الآن إذن هذا أمر وظهر الأمر نجوب والله جلال فعلها لا يأمر إلا بما أحب إذن فهي عبادة إذن فهي عبادة فالتطوف عبادة وصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك والتطوف طوفا طوف شركي أو قل أقسام ثلاث كما نقول الركوع أيضا هو الركوع التوحيد الركوع الذي هو عبادة يصرف الله جلال فعلها أن يصلي فيسجد واركع ويرفع لله جلال فعلها والسجود العباد أيضا سجود توحيد وهو أن ياركع ويرفع ويسجد لله جلال فعلها توحيد والشرك أن يسجد لغير الله جلال فعلها أو السجود التحية الذي يقولنا تحية وهو نوع شرك وهو نوع شرك وهل هو شرك أكبر شرك أصغر إن زعف هذا أنه لم يعظم لم يسجد لغير الله جلال فعلها هو أصالة قال أنه لا يتعبد ولكنه يحي لكن في حقيقة الأمر أنه سجد لغير الله فلذلك الأرجح أنه شرك والطوف أيضا عبادة فأكون على أقسام ثلاثة التوحيد أن يطوف بالكعبة لله دال في علاء لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق وطوف هو شرك وهو أن يطوف بالقبر متقربا لصاحب القبر كالذين يطوفون بالغرفة النبوية مثلا يتقربون بها أو الذين يطوفون بمقابر الأولياء والفضلاء والنبلاء فهذا الطوف شرك لأنه صرف العبادة الغير في علاء في وسط بين القسمين والوسط في أنه يطوف لله ويتقرب بطوفه لله ويقول الطوف عبادة فهو لله لكن يطوف بغير الكعبة يعني يذهب يطوف بمسجد يطوف بقبر المهم يطوف بمحل غير الكعبة ويقول أطوف بذلك لله تقربا لله دل في علاء هذه بدعة منكرة بل هذا نوع شرك أيضا لأن البدعة طرف من أطراف الشرك البدعة قسم من أقسام الشرك الشرك الأصغر أو الشرك الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر لأنه لما طف طف تقربا لله ولما طف عقد العزم على أن يكون الطوف لرب دل في علاء لكنه طف في محل غير المحل الذي أمر الله به فابتدع في دين الله دل في علاء والبدعة نوع شرك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالمبتدع الضال المبتدع هو نصب نفسه ربا مشرعا مع الله دل في علاء فهو نوع شرك فهذا الطوف يكونه نوع شرك وهذا الراجح الصحيح لأنه لما طف بالقبر قد ابتدع في دين الله وهذا نوع شرك بل هو وسيلة إلى الشرك هناك مسألة عظيمة نخطب منها هذا الباب في السجود والركوع والطواف هناك بعض الطواف وهم المرجاء أو قل هم تعرفون من الطائفة التي لها الإرجاء الذين يفسرون قول نفسها لا إله إلا الله بأنها لا معبودة بحق لها رب إلا إلا الله يقولون السجود الطواف هذا قول الأشعير طبعا السجود الطواف الركوع يقولون لو ساجد أو طاف أو ركع لغير لذلك ليس هذا بذاته كفر ليس في نفسه كفر يقولون هو ليس في نفسه هو علامة على الكفر هذا كلام المرجاء كما قال ابن تمية يقولون هو علامة على الكفر يعني لا يكفر إلا إذا اعتقد أن المسجود له 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 صفات الربوبية أو الذي طاف له وله صفات الربوبية فهم لا يجعلون السجود أو الركوع على طاف في ذاته لغاية لا أن يكون كفرا بذاته لا ليس بذلك هو علامة على الكفر وده كلام من كلام موجودة بل الحق السجود بذاته عبادة فصرف والغاية لا شرك والركوع بذاته عبادة فصرف والغاية لا شرك والطاف بذاته عبادة فطاف لغاية لا يجعل فعلا شرك وهذه مسألة من الأهمية بمكان فيكون الفارق بين قال السنة والجماعة أنهم يرون أن هذه الأفعال هي أفعال شرك بذاتها شرك وإذا فعلها متقربا معتقدا فقد ركب الشرك على الشرك والكفر على الكفر كيف ولن شرك في الربوبية وشرك في الإلهية شرك في الإلهية أنه صارف عبادة ثابتت بالشرع أنها عبادة لغير الله ده لا في علا وشرك في الربوبية لأنه اعتقد تعظيما لغير الله ده لا في علا تعظيما لا يكون إلا لله ده لا في علا أو تقرب نسكا عبادا تقرب معظما مبجلا غير الله ده لا في علا فكان من النسك فيكون هنا باب الاعتقاد فيكون هذا الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية وهذه مسألة من الأهمية بمكان أيضا من مظاهر الشرك في العبادات عبادة جليلة قرنها الله ده على بأجل العبادات ألا وهي عبادة الزبح عبادة الزبح أو النحر هي من أجل العبادات ومن أعظم العبادات قدرا عند الله يلا ينhir في علاه إراقة الدماء تقربا لرب الأرض والسماء هي من أجل العبادات هي من أجل العبادات لذلك الله جلال فعله قرنها بالصلاة التي هي الركن الركيم من هذا الدين قال الله جلال فعله فصل لربك وانحر قال فصل لربك وانحر وإذا أمره ودهره أمره وجوب وأيضا قال الله جلال فعله قل إنا صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين الصلاة نسك وسمى النسك جعلها في إراقة الدماء لما قرنها بالصلاة في التعاطف أنا أصف عطف المغير لأن النسك الصلاة من النسك لكن هذا عطف الخاص على العام قال قل إن صلاتي ونسكي ويقصد النسك هنا هو الزبح النحر لله جل في أولا فهي من أجل العبادات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال وأنا أقول المسلمين في آخر الآيات قال لله رب العالمين عن معنى ذلك أنني أفعل ذلك توحيدا لله جل في أولا فإذن هي عبادة إذن الزبح عبادة كما قال الله تعالى فصل لربك وانحر والنحر يعني إراقة الدماء لها أصناف سنوف عبادات في ديننا وفي شريعتنا منها الأضاحي الأضاحي من سنوف النحر والزبح فالأضاحي وهي التي يعني يتقرب بها المرء إلى الله رب العالمين والخلاف الفقهي مشهور بين العلماء ليه واجب أم هي سنة مستحبة وإن كان قول الجميل أنها سنة مستحبة متأكدة على الميسور فالأضاحي لأن الله قد ضحى وضحى النبي وسلم وأيضا ضحى عن أمته وأن الأضحية قد أمر الله بها عندما قال فصل لربك وانحر والثاني الإراقة الدماء السنية الصنف الثاني الهدايا التي تكون للبيت إما المتبرع تبرعا محضا بهدايا للبيت أو التي تكون مع النسك قال الله جل في أولا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فالمتمتع يجبر شكرا هذا يشكر الله على أنه أدى نسكين في صفرة واحدة بهذا الزبح ما بين العمرة والحج أو أنه أيضا نقول جبرا جبرا لأنه لما أهل بالحج أهل من غير المقات لأنه لما دخل دخل معتمرا أهل من المقات هن لهن ولم أتى عليهن ثم مكث تحلل ومكث بمكة فلما كان اليوم الثامن لما أهل أهل من وين ها أهل من مكة ليس من مقاته الذي يأتي منه فكان جبرا لهذا النقص أنه يزبح قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وتعلمون أنه وطبعا القارن أيضا عليه هدي المتمتع والقارن وتعلمون أنه قد نحر بيده الشريفة ثلاثة وستين إيش ثلاثة وستين بدنا وطرك ووكل علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي أيضا من الأنواع من أنواع من صنوف العبادات في إراقة الدماء الثالثة وهي العقيقة أن يعق على الولد كل غلام مرهون مرتهن بعقيقته تذبح له في اليوم السابع ويسمى مقتتن في اليوم سادي السنة للغلام شاتان وللجارية شات وإن لم يستطع فشات شات لأنه السلام ذبح أن الحسن والحسين شات شات هذا من إراقة الدماء الذي يتقرب بها العبد الله للألف علاء إراقة الدماء من أفضل عبادات لأن فيها أولا حسن الظن بالله للألف علاء وليقيم فيه وأيضا فيها الزل والخضوع والافتقار فهو يزبح وكأنه يقول أتقرب إلى الله بهذه الدماء متذللا مفتقرا إلى ما عند رب للألف علاء وعليه فيها قال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إلا إخلاله وقال الله جل في علاء ابن آدم أنفق أنفق عليك ووكل ملكيني كما بالصايحين يدعوان يقولاني في كل صباح اللهم معضي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا فهنا هذه إحسان الظن بهذه العبادة لذلك نزلت منزلة عظيمة فهي من أجل المنازل عند الله جل في علاء أو من أجل العبادات عند الله جل في علاء والذبح يكون توحيدا إن كان لله جل في علاء كما قال فصلي ليه لربك فصلي تخصيص لله جل في علاء فصلي لربك وانحق قال قال إن صلاة ونسك ومحيا وممات لله رب العالمين تخصيص لله جل في علاء فمن ذبح لله جل في علاء فقد أتم العبادة والنسك وهذا توحيد وذبح هو شرك ذبح هو شرك وهذا منتشر في الناس وكأنهم لا يدرون أن يزبح للولي أو يزبح للنبي أو يزبح للجن أو يزبح للجن هناك زبح هم يقولون هو ما زبح إلا يعني ما زبح تقربا يعني قد يزبحون يزبحون تقربا للأولياء وهذا يحدث عند البدء في طنطة هناك أمور فضائع من هذا الباب وأنتم لكم الآن بخطوات يسيرة تعلمون ذلك فلكن نقول هناك زبح أغرب من ذلك يزبح ليدفع عن نفسه المكروه يزبح ليدفع عن نفسه المكروه بأنه يعني يتلبس به الجن فيأمره الجن بالزبح ليخرج عنه فهو لا يتقرب إلى الجن لا هو يزبح لا يتقرب ولكن هو يزبح يقول أقي نفسي من إيش من الجن وهذا نوع شرك وهو شرك في الربوبية وشرك في الإلهية يعني هذا النوع من الزبح شركه في الربوبية وشركه في الإلهية أما الشرك في الربوبية فلأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله هو يخشى من الجن يخف من من الجن لذلك من خوفي زبح له وهنا النبي السلام يقول ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبها الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن ينضروك إلا بشيء قد كتبها الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا أحد يقدر لك على شيء قال الله جلاله في علام وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أن جاء من البر فأما أن جاء من البر أعرضتم فلما أن جاء من البر أعرضتم وكان إنسانه قطورة سورة الإسراء المهم أنه قال الله جلاله في علامه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وأيضا قال الله جلاله في علامه عنهم أنهم قالوا أن جاءنا من هذه لنكوننه من الشاكري وإذا المسألة دائرة على أن الله جلاله هو القويل القادر الذي إذا راض شايا قال له كن فأكون وإذا قال الله جلاله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وفي الآية قال ويردك بخير فهو على كشين قدير وفي الآية الأخرى قال ويردك بخير فلا رد لفضله فإذا هذه المسألة دائرة على خدرة الله فمن خشي الجن ويعني ذبح له ليس تقربا لكن دفعا وضرقا وخوفا من المفسدة فهذا يدل على على أنه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد في الله ثم شرك في الإلهية أنه قد ذبح دعك بقى تقرب أو مش ما تقربش لأن التقرب يجعله نوسكا عدم التقرب نقول قد إيش قد ذبح يبقى إذا صرف العبادة يبقى صرف العبادة لغير الله لكن هي أقل أنها ليست إيش ليست بنسك لأنه لم يزبح تقربا لم يزبح تقربا لم يزبح تقربا هذه المسألة المهمة في هذا هذا الزبح الزبح الشركي بنوعيه وهناك زبح ثالث بدعي وهو نوع شرك أيضا زبح ثالث هو بدعي وهو نوع شرك كما قلنا الأصل في البدع أنها إيه الأصل في البدع أنها من أنواع الشرك لأن الضوء العقل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نوع شركي وهو الزبح الزبح لضرء الحسد وده كثير في العامة هم يقولون ما نذبح إلا لله رفع وانت ترى كثير من ناس يوصي بعضهم بعضا يقول يا أخي ما دخلت البيت إلا وحدث ما حدث من المعارك وحدث ما حدث من المشاحة وحدث ما حدث فيقول ما أتيت بمال ولا أتيت بطعام ولا شراب في البيت إلا لا أجد فيه البركة قال أنت محسود اذبح على عتبة البيت لكن لا تفعل خمسة وخميسة هذا شرك لكن اذبح يدر عنك طبعا أنت خرشت من شرك إلى إلى شرك هذا الذبح البدعي أنه يذبح لضرء العين والحق أن ضرء العين مطلوب مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن بها سفعة صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بيّن بلسان الحال أنه كان يرقي نفسه عندما صحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر وقال الله عليه الصلاة والسلام لو كان شيء يسبق العين لو كان شيء يسبق القدر لكان العين لكان العين فانظر قوة العين وقوة الحسد لذلك أنزل الله جلاله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حسد إذا حسد فهو يقول أزبح لله وتقرب لله يبقى خرج أولا أنه ذبح تقرب لله جل في علا خرجه الآن من أن تكون نسك لغير الله طيب وذبحها أيضا لا لأحد ولكن أخذها سببا لضر لضر الحسد نقول هذا جيد جدا أنت وقعت في الشرك قال كيف وأنا أصلا أتقرب به لله كيف وأنا لم أتقرب به لغير الله والذبح كان لأمر هو مشروع وهو ضر العين نقول نعم لأنك اتخذت سببا لم يشرع الله سبب لأن العلاج هنا في هذا الباب علاج له أنواع ثلاث علاج جاء الشرع به صحيح وعلاج مجرب أمر الشرع به أيضا علاج مجرب صحيح وعلاج يعني أو أسباب لم يأتي الشرع بها فهنا الأسباب التي اتخذت بها أسباب شرعية والأسباب الشرعية أسباب توقيفية الأسباب الشرعية أسباب توقيفية فإذا كانت الأسباب أسباب الشرعية أسباب توقيفية فلا جزء أن يعدوها المر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر وبعدما أثبت بالحسد والعين قد أتى بالعلاج شرعا وأظهر الأسباب التي يكون فيها العلاج شرعا فأنت عندما تخالف مثل هذا وتقع في أو تأخذ أسبابا الشرع لم يأتي بها فكأنك شرعت أسبابا لم يأمر بها الشارع فتكون قد نصبت نفسك ربا مع الله جلال فعلا لأن الله جلال فعلا قال آل له الخلق والأمر التشريع آل له الخلق والأمر فليس لك ذلك فقد اتخذت سببا لم يشرعه الله جلال فعلا أو لم يشرعه الشارع سببا فوقعت في الشرك لقول الله جلال فعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا بالنسبة للكلام على مظاهر الشرك التي تظهر هنا وهناك في المسائل المسائل الزبح التي هي من الأهمية بمكان بهذا نكون قنطينا من بعض العبادات يبقى لنا أيضا للنزل وغير لو فيها أي سؤال إذا تلبس به الجن لا لو الإنسان زبحه وليس هو الزبح طيب أمر أو تكلمه وليس هو المتكلم هو غير مكلف لو كان الجن قد تسلط على عقله واشتد عليه وكان الرجل يخرج أشياء ويفعل أفعالا لا يتحكم بنفسه فيها فليس عليه شيء هو الآن تلبس به الجن وخاف منه فذبح ما ذبح للجن ذبح دفعا للجن يعني جاءه هاتف في الداخل كده قال له اذبح وسيخرج منك الجن فذبح يخرج الجن تخذ سببا لم يشع الله سببا بالضبط لا 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 أنا أقصد دي ما أقصدش الثانية لما أقصد الثانية ها نعم أنا ما أقصد الثانية الثانية هذه لها حالة أخرى هو 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 زبح لا يزبح للجن لكن هو زبح خوفا من إذاء الجن اللي ذافع هذا الجن هذا أمر آخر أي نعم تخذ سببا لم يشع الله سببا ها بعيدة بقى حبيبي لازم طالب العلم ذهنه لابد يفكر في كل حاجة لو الحالة الثانية بقى زبح ليس للجن بحال من أحاله ولا تقربا للجن بحال من أحوال لكن هو زبح خوفا من انتقام الجن منه طيب خوفا من تعذيب الجن له درقا لمفسدة الجن درقا لدرق الجن ليه ما هو الاعتقاد مش ممتازي ما هو الاعتقاد مش مزبوط هي بس زي ما انت قلتها بالضبط لكن هنعزينها بصورة أخرى بقى كلام صحيح جدا الاعتقاد ليس ليس اعتقادا سديدا ها فتح لك الباب هو لان هو خشية من ضرر الجن عليه فذبح قالوا له قال لا ما ذبح لا لله ولا الجن لكن خوفا من انتقام الجن فقال الزبح يوقف انتقام الجن بعضهم نصحوا بدالي اذبح لدرق انتقام الجن الجن لما يرى الزبح يؤثر فيه جدا فلا ينتقل ها الخوف على القلبي ها ها اخي قال الاعتقاد مش مزبوط من اللي قال بقى شرك في الربوبية انا ما سمعتش حج نعم شرك في الربوبية ممتاز شرك في الربوبية ليه اعتقد والامر الثاني بقى هل يقع في شرك في الالهية ولا لا ده ده محل السؤال هل يكون في شرك في الالهية ام لا هذا شيء خلق يبقى هذا نسك وهذا ليس لا يصح لانه ما قال ما ذبح لغير الله ما ذبح تعظيمة لغير الله يبقى هذا فين شرك في الالهية ده الصحيح ايش نقول نقول فيه فارق شعره وهو انفعل ذلك تقربا وتعظيما صار نسكا وانفعله وليس تقربا ولا تعظيما شابه ايه اتى بصورة العبادة فكان شركا ايضا والاعظم منه شرك النسك مفهوم هذا الكلام يبقى اذا هذا الاصل الاصيل في هذه المسائل المهمة الدقيق شرك في الربوبية لانه اعتقد ان الجن يضره وينفعه فدرى للجن وما سيكونه من الجن زبح وقالوا الزبح يجعل الجن لا يضر احدا لا لا يضر يا شيخ شفت بقى لا يا شيخ ما هو حتى لو يضر ايش يضر ما هو ممكن الرجل بيضربه بالعلم لكن هو يبقى يسجد له يسجد له طيب هذا اللي قلناه اسمع بس اسمع اسمع عشان تفهم يا شيخ عشان ما تباشي صفصتها عشان عافية انها هتوصل لصفصتها الان هو هو يعتقد قولي الجن يضر كما تقول اذا حركه ليأتي بعبادة فلا يمكن ان يكون الاعتقاد الاعتقاد ايه الاعتقاد في رب اعتقاد في من هو قادر على كل شيء انت فاهم خوف الانسان متى يكون الخوف شركا متى اسمع هذا احنا درسناه بكده فقول بقى ها هاتا كريمة هاتا الخوف هو ايش هو الوازع الذي يدفع لعبادة او يحجم عن عبادة اذا ده خوف اسمه خوف ايه خوف عبادة هو ده خوف العبادة الذي يكون به الشركة الان هو خشية من ضرر الجن فاتا بعبادة اتا بعبادة احنا معنا بنقول هل هي نسك ام لا اتا تفصيل تاني لكن اتا بعبادة وعبادة ايه الزبح لاننا قلنا الزبح ايش عبادة وازبتنا بالدليل الشرع انها عبادة وقلنا له ما فعلت اتقربت به للجن قال اعوذ بالله لا اتقرب به للجن ولكني ازبح لانني علمت ان الجن يتوقف عن ضرره بالزبح فهمت فيبعمل اقتضره والله هذي غير تلك الشهادة عارف دي دي في السماء والله احنا نتكلم فيه في الارض كأنك لم تفهم المسألة وهذه مشكلة كبيرة مشكلة انا مقول دايما في شركة الالهية وشركة الربوبية تحتاج لدقة نظر لتعلم ما فيها المسألة اللي انت تكلمت عنها هذي مسألة ابعد ما تكون دي مسألة شرعية محضة قال النبي سلام علموا اولادكم الصلاة عند ساعة واضربوهم عنده عند عشر حتى ولو دالك انا اقول لك بقى الحديث تجري به على جمال العبادات علموا اولادكم الصيام طيب واضربوهم عليه ولزاك الفقهاء اتفقوا على ان الطفل يضرب من اجل عبادة فاي عبادة هو الان مش في الصلاة فقال له هتصوم وإلا 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 يخوفو عشان يدربو على الصيام وإلا ما يكون مكلف ما هو انت رايح جاي بقى خلاص انت جبت الاصل فما تخشش ما تنتلقلش احسن الانتقال ده هيتعبك ليه لانت اتيت باصل المسألة فعرفت جوابها فلا تدخل بقى في امور اخرى التنقل هذا التنقل من صورة لصورة لا يفيدك انت باهم ازاي لن يفيدك فالاصل في هذا الباب نبين لك انه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله الله جلعا قال وإذا قال الله جلعا وإيام ساسك الله بدر فلكن يبقى من الذي يضر وينفع حقا الضر نفع من هو الان اعتقد في الله في غير الله ما لا يعتقد إلا إيه إلا في الله وايضا هذا الاعتقاد الشركي ايش الحدث جره الى الى اعتقاد ربوبية جره الى عبادة شركية الزبح لكن نقول بقى هنا الان هي دي المسألة الواضحة انه لو كان فعلها تقربا للجن صارت نفسكا فكانت اعظم واعظم فهمت فان لم يكن تقربا وتعظيما له لم تكن نفسكا لكنه اتى بصورة ايه صورة العبادة التي اثبتنا انها انها عبادة اللي هي الزبح فهمت شيخ هذا هو ممكن لا ممكن لا ممكن لا فهم كيف نعم ممكن لا ممكن تراه مشركا في الربوبية ولا يأتي بايه باللازم هذا هو طبعا في مسألة مهمة جدا فاتتك وانا يعز علي ان طلب تعلم الذين يعلم انهم على حرص تفوتوا لقلنا في مسألة من الهمية المكان قالوا وهي هناك من يعتقد بان استجود في ذاته او طوف في ذاته او ركوع في ذاته وان كان لغير الله انه ليس بشرك في ذاته بل بل هو علامة على الشرك هو في ذاته ليس بشرك بل هو علامة على الشرك علامة على الاعتقاد وده اصول المرجعة وكلام الاشعر هكذا هذا كلام الاشعر يقول انه علامة على الكفر علامة على الشرك طب متى يكون شركا قال يكون شركا ان اعتقد الربوبية في المسجود له او المركوع له فهمت فهمت بناء على الاصل الذي يوصلونه وهذه مسألة فريقة من اهل السنة وجماعة بينها وهذه طبعا ممكن نقول ان نظيرها في مسألة الكفر والايمان كيف? لا هي عندك بس انت اتفجعت نظيرها في الكفر والايمان ان الكفر قد يكون الكفر في الاعتقاد وقد يكون الكفر في الاقوال ويكون الكفر ايضا في ايش? في الافعال اما المرجعة يقولون في الاعتقاد فقط فهمتم? هي هذه نظيرها او هي نقول المسألة الام لهذه المسائل نعم? اه نعم. لو تلبس به الجن اسمعني بس انا اعجب لك شيء عمل ايه? في رجل كان في شرعة اتناشر? مسروع بطلتمية وتلاتين جن. مسروع. كان طول ما ماشي ينزل يوم جاي سجد في الارض. اي حتة يمين شمال تحت فوق. فهم حسنا? وماشي يتكلم يتكلم فوق مش هو اللي بتكلم. مش هو اللي سجد. الجن هو. ده بقى لو قتل نفسه ليس بقاتل لنفسه. لو سجد لغير الله لا يكفر بذلك. لان هذا مصلت على ارادته. الجن هو الجن تصلت على عقلي. فهمت? اما زي كانوا راجل مصروع متلبس بجن جن جواه. بيتعبه. لكن هو ايه? هو مدرك كل شيء. فهو محاسب. هنا مكلف هو. لا لا يحاسب عليه ان شاء الله. احسن الله بك. حديث سعد بن معاذ رد العرضاء دخل فساد للمسلم فقال لو كنت امنا احدا يزجد لا امرت المرأة لنزجد لزوجها. ما طبعا هذا الحديث ما احنا ما دخلناش في المسالة. لكن هو المسالة لكن الذين يقولون بعدم نوص بجهل لا يقولون بذلك. لا يوافقونك. ما انا اسألك كيف? طبعا انت اللي فتحت المسالة وعملت لي فيها ابو عرام? يبقى لازم انت. ما اصطرية مش بابها. فطبعما انت ما دخلت وفتحت بابها يبقى انت بقى انت تتكلم فيها. هاته. لا مش كده. مش كده. ممتاز. لا مش اسيب ماشي بقى انا انا فهمتكش انك عايز تقول كده صراحة. ماشي ماشي. لكن هو انا الحق اللي تقالي صريحا ان هما يقولون لا هذا ليس بالمحل. انه لم يزجد تعبدا اصلا. فهمتني? واحنا بنقول لو قلنا ان ده شرك او غير شكل يكون ايه? تعبدا. نعم. نحن نقول لهم لا طب حتى لو تنزلنا معكم. ولو كان السجود للتحية فصورة صورة العبادة فهو نوع شرك. كما قلنا. هو نوع شرك. ولم يكن نسكا لانه لم يكن تقاربا وتعظيما كتعظيم الله لكنهم نوع شرك. مفهوم لكنهم حقا في هذا الباب يقولون لا. هذا ليس لكم ان تعضر. هذا ليس بابا لكم من ان تقولوا ان ده من العضر الجاهل. لان المسألة ما في هالشرك اصالة. ومعاذ اصالة. وسعد معاذ اصالة ما فعل ذلك الا ايه? الا تكريما. الا تكريما فقط. وتحية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليست تعبدا. والنزاع بيننا وبينكم ان تكون تعبدا. وكان جاهلا. فعذره النبي السلام. نحن بقى نرد عليهم نقول ايش? صورة صورة عبادة. فانتهى الامر. صورة صورة عبادة. فانتهى الامر. فايبا اذا سعد بن معاذ عظره نبسلام بانه اتى بصورة العبادة لا تكون الا لادر في علا جهلا. وقال لو كنتوا امنا احدا ان ايادت للا احد لامرت الزوجة انتازت زوداء لزوجها. سبحانك رمه ربنا وبحمدك. اشهد والله الامران. تستغطيركوا اتوباري.